أشهد قادة وزعماء العالم بنجاح مصر المبهر في تنظيم وصدافة قيمة المناخ كوب 27 والخروج بنتائج إيجابية كما سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على النجاحات التي حققها المؤتمر خاصة إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة التغيرات المناخية على أرض مدينة السلام على مدى أسبوعين نجحت مصر بشهادة قادة العالم ومؤسساتها في تنظيم قيمة المناخ كوب 27 بشكل مبهر سواء داخل القاعات المغلقة أو خارجها خلال الاجتماعات وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مصر بأنها أم الدنيا والأنسب لعقد قيمة المناخ فيما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن قيمة المناخ بشرم الشيخ احتوت على نقاشات إيجابية ومشاركة واسعة كذلك أكد سامويل ويريبيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن قمة شرم الشيخ هي أهم مؤتمرات المناخ في التاريخ في حين أكد جون كيري المبوث الرئيسي الأمريكي للمناخ أن مصر أثلجت صدور قادة العالم خلال قمة المناخ إلى ذلك وجه أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الشكرة لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على التنظيم الرائع والمشرف لقمة المناخ كوب 27 تلك الإشادات لم تكن فقط على الجانب الرسمي لكنها امتدت إلى الإعلام العالمي والإقليمي الذي أكد أن مصر استطعت بقدرتها على التنظيم الرائع أن تبهر العالم فوسائل الإعلام الأمريكية والكندية ووسائل الإعلام أمريكا اللاتينية ركزت خلال الجلسات على النجاحات التي حققها المؤتمر ولا سيامها فيما يتعلق بقضية الخسائر والأضرار الخاصة بالتحاور حول كيفية دفع الدول الغنية مقابلا للأضرار التي تسببت فيها ظاهرة الاحتباس الحرارية في الدول الأفقر حول العالم كذلك ركزت وسائل الإعلام الأوروبية والأسيوية والعربية والأفريقية على النجاحات التي حققتها مصر في الترويج للمقاصد السياحية وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة الخضراء كذلك أشاد إعلام السعودية والإمارات بإطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة جودوتر تتوافق مع المعايير المعتمدة دوليا أيضا اهتمت وسائل الإعلام الأفريقية بالمؤتمر حيث أعرب عدد كبير من القادة الأفريق عن شكرهم وتقديرهم للقيادة المصرية على التنظيم المشرف للمؤتمر مشددين على ضرورة تنفيذ الغرب للعهود التي قطعها على نفسه في كوب 26 إضافة إلى تلك الجديدة في كوب 27 للحفاظ على الكوكب ترجمة نانسي قنقر